اخبره لقد أقنعني كلامك أيها العالم ورأيت أن من واجبي كقاض عادل أن أعيد النظر في حكمي في هذه القضية لذلك إذا اعترف المجرمان بجرمهما فإني أخفف عليهم عقوبة الإعدام شنقا إلى السجن وإذا لم يعترف منكم أحد بجرمته فإنني سأشنق الثلاثة بعد أن أصلحنا حبل المشنقة أيها الجلاد أمرك يا سيدي يا أفضل قاضي في العالم نفذ حكم الإعدام شنقا في التاجر أيها القاضي أيها القاضي سوف أحترف سوف أحترف نعم نعم لقد كذبت ولست ببريء أرجوك سامحني أيها القاضي أرجوك سامحني أيها القاضي هل أنا أتكلم أقول لك شيء أريد أن أقول لك شيء أيها القاضي أيها القاضي إذا كان الأمر كما تقول ونحن نعلم صدقك وأمانتك وعدلك إذا كان الأمر كذلك فأنا فأنا المجرم الآخر نعم أنا مجر أنا أنا شاركت في الجريمة لست أنا الأول وأنا الثاني أنا الثاني أي أنك شريكه في الجريمة ولكن أنت أقول إذا إذا اعترفت سوف تخفف عني العقوب عد إلى مكاني تخفف عني عد إلى مكاني تخفف عني أيها القاضي خفف عني عد اعترف التاجر واعترف المحامي وأنت أيها العالم ماذا تقول هل شاركتهم الجريمة يا سيدي يا سيدي أنت تعلم بأن الجريمة كان كان المشاركون فيها اثنان فقط اثنين أجوك يا سيدي فالتعد النظر في قضيتك والتعد النظر في أمرك وتنفيذه روح روح إن كلامكم إن كلامكم لم يقنعني ولا زال الشك يساورني يساورني بأن بأن هناك لعبة ما تلعبانها روح يا سيدي يا سيدي حينما نفذت الأمر في أولهم كنت على علم تام بأن الحكم لن ينفذ وحينما وحينما نفذت الحكم في الثاني كنت اعلم أيضا بأنه لن ينفذ لهذا كنت وبكل ثقة أعرف أني لن أموت في حكمك الأول لن أقبل ببينة أقل من أن تظهر الحقيقة كالسمس أمامي ولذا وبناء على ما يساورني من شك فإني أحكم بالآتي أيها الجلاد أمرك يا سيدي خذ هذا العالم وضع رقبته في المشنقة محكمة لو أنه لو أنه اعترف أخف عنه أسكت يا سيدي يا سيدي أرجوك يا سيدي أرجوك هذه المرة إن نفذت الحكم فسأشنق أيها الجلاد أمرك يا سيدي أتضحك أتضحك إيوالله أني أضحك عجبا لقوتك ولشجاعتك ولصدقك لقد علمت براءتك وعلمت الصدق في كلماتك وفي نظرات عينيك أيها الجلاد إني آمر بالآتي خذ هاداني المجرمان إلى السجن حالا وأما هذا العالم فأنزل حبل المشنقة عن رقبته فهو من الآن صديقي صديقك؟ 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 صديقك؟